مفترض خلال الأيام القادمة أن يتم الإعلان عن معاد السوبر الإفريقي الأهلي والزمالك مباراة مهمة ومباراة تاريخية الحقيقة دايما مباراة الأهلي والزمالك مباراة قرن أخرى بعد 2020 ومباراة القرن الأخير أمام نادي الأهلي أمام الزمالك ووجون محمد مجدي أفشي بتشوف المطش ده إزاي في ظل أن الغالباً الزمالك هيلعب لو في شهر 6 زي ما بيقولوا الزمالك هيلعب بالمجموعة الموجودة والأهلي بالمجموعة الموجودة أنا عايزة استمتع بصراحة أمم يعني أنا عايزة استمتع بالفرقتين أمم عايزة المنظر الحضاري يبقى كويس لأن انت مش مس مصر اللي بتفرج على المباراة لأ في دول كتير بقت متابعة المطشاط دي أمم عايزين نستمتع بالمباراة من كل حاجة بقى نواحة فنية بدنية آآ كل كل ما يقص حتى تصوير نستمتع بكل حاجة كل حاجة صحيح أتمنى ان هو يبقى في مصر ليه ما لسه لما يتم الاعلان عنها حتى الآن آآ يعني ناس بسمع حاجات وبتاع بس ليه ما احنا شوفنا المنظر الحضاري بتاع آآ نهاء أفريقيا عمل ازاي؟ آآ حاجة مشرفة صحيح حاجة مشرفة صحيح يعني انت تفتح بس مش هقولك احنا بقى بتفرجنا ماشي هتفرجنا عليه في التلفزيو لا يفتح بعد كده السوشيال ميديا وتفرج عالصور نفسها حاجة ابداع آآ ابداع يعني شفتوا في بطولة نهاء نهاء افريقيا وشوفتوا مبارح نفس 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 السيناريو ونفس الشكل آآ ونفس البطلين يعني آآ 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 ده لابس آآ ابيض لا يعني ريال المدريد والاهل نفس الادنين اللي بتنفسوا على اكثر بطولات قرية آآ فدي حاجة محترمة ونتمنى طبعا يبقى ماشي كويس وفي الاول احنا اتمنى طبعا الاهل هو عليكسب طبعا حاجة محترمة جدا ان انت تشوف ان الاهل بينافس ريال المدريد اعتقد احنا كاهلوية كلنا فخر بهذا الامر ان انت آآ عندما تتكلم تتكلم عن ريال المدريد مش اهلوية بس يبقى انت يا راجل يبقى انت راجل آآ آآ مش وطني انا بفرح لما زمالك خدد كونفدر طبعا كنت مبسوط جدا وكنت بشجعهم مساعة الماش زمالي وكانوا قبل كده فيهم في ناس في الجهازة كانوا زمالي صحيح حابق مبسوط لما يفرحوا فرح ليه ولما يزعلها يبقى زعل ليه صحيح فانا ليه 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 لما لما نادي زي النادي الاهلي بيتقارن مع نادي آآ من من اكبر واعرك من ديت آآ اوروبا واكثر نادي حصل على آآ بطولة آآ 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 اوروبا لا ده حاجة تشرفني طبع تشرف اي مصر يعني آآ كولر آآ 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 عاد لرقم آآ موسيماني في البطولات الافريقية يعني بطولتين وآآ بطولتين اعتقد انجاز جيد ايضا يحسب لكولر في سنة ونص يعني اكيد طبعا يعني حاجة كويسة جدا وحاجة مشرفة ولسه قدام المشوار وانا اسمع ان هو بيجي له عروض كبيرة جدا ومضاعفة للي هو بيتقضاء لسه 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 خالد مرتاجي آآ مع ابرهيم عبدالجواد وكان بيتكلم على ان هو فعلا رفض عرض مغري جدا من احد الانديت اه هو مدرب زكي اه برضو يعني هو زكي في الملعب وزكي في الملعب يعني واحد انا النهاردة كل يومين ثلاثة بلعب بطولة كنت نسلها مش ده صح مش ده الناد الاهلي ده في ناس فيه مدربين يعني موسيماني اول ما جاء بعد اسبوع اخد بطولة اسبوع صحة ولا انا بكلم ولا فالنهاردة انا رجل بقى بعمل ارقام لنفسي برضو يعني دي حاجة حاجة محترمة يعني قاطة حساب له طبعا ان هو اخد بطولتين ان شاء الله في التالتة كمان باذن الله ان شاء الله يبقى نظهر بمنظر مشرف في كاس علم عندية وان حاجة